السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد انشاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة ونقولكم بداية أسبوع موفقة للجميع انشاء الله ربي يطرنا خير هاد الأسبوع وهاد الأيام آمين يا رب العالمين اليوم خياتي عندنا روتين متنوع كامل حيوية وناشط وش نقول لكم خدكم غسلة الفراش في هاد الشتاء المهم هنحكي لكم كامل والصرالي المهم كملوا الفقرات تتاع الفيديو التاعنا للأخير ركوا رايحين تشوفوا محتوى متنوع وحاجات بزاف بزاف حنديروا طبخ وصفات نخدموا الشغل ونحاجيوا شوية انشاء الله راه رايح يعجبكم الفيديو تعانها اليوم شوفوا خياتي هنا يا عندي هاد الكافيتياغ إليكتريك لي ركوا تشوفوا فيها الماركة تعروبيست صراحة ان شكلها مميز وسعرها تانيت مميز خياتي هاد الكافيتياغ تعروبيست لي ركوا تشوفوا فيها ترفضله يبارك عشرة في ناجل هاد الكافيتياغ إليكتريك في الليل تقدري يعني تلقميها وتوجديها وتبروغرامي لها الوقت هيا رايحة تنضي سبعة ولا تمانية ولا ستة تعصبح بيد ما تصلي وتوجدي روحك رايحة هاد الكافيتياغ إن شاء الله تكون طيبة لك هديك القهيوة كل إنسان راه يعاود فيك ووجد لك هديك القهيوة تاعك شوفوا خياتي الشكل التحشح المميز والحجم التحشح الله يبارك راهو فاميليا العائلة كبيرة يطيبوا خطرة وحدة يعني راهي الله يبارك عشرة في ناجل الفاميليا يعني هي فاميليا مش الفاميليا العائلة الكبيرة الله يبارك تقدر تلقم هكذا يا عشرة في ناجل على خطرة ويشربوا على خطرة وانتي إلا كنتو هكذا الزجولة ثلاثة قدري تتحكمي يعني في الفنيجلة تتاع القهوة على حسب أفراد العائلة تاعك يعني سهلة الاستعمال كي ما ركوا تشوفوا هديك الصفاية نديرو فيها القهوة وهديك الثانية اللي كانت فيدي هدي اللي رديتها هنا هدي هي الغطعة اللي حتعصرنا القهوة تحبوها ديروها تقيلة ديروها تقيلة تحبو ديروها خفيفة ديروها خفيفة كل واحد كيفاش يحب يشرب القهوة تاعه عندنا مننا خياتي هاد الغينزار فواخ اللي ركوا تشوفوا فيه تعمروا فيه الكمية على الماء وملجيها مننا نقدروا نتحكمو زوج فناجل ربعة ستة فنجل واش ركوا حابين تقدروا تتحكمو الداخل وكي ما قلت الخياتي تديرو القهوة كي ما ركوا حابين هاد الكافتياغ المميزة خياتي للسعر التحس بعمية وتسعين الف وفرتهن لكذا درجي غي كي ما العادة والعوايد لكذا تجيبنا غير المنتوجات المميزة كي ما قلو لما شوفوهم شا هكذا يا وين نروحو صراحة يعني منتوجاتهم من أرواح ما يكون تقدروا تدخلوا الصفحات تحهم ولا للسيت تحهم أكوة رايحين تكتشفوا منتوجات بزافي لا أعجبوكم حاجات تاني تغياتي أكوة رايحين تطلبوهم من صفحاتهم ولا من الموقع تحهم الكافتياغ هادي توصيل تحامجاني والدفع عند الاستيلة مع انتها هادك البخودويت تاعك تطلبه وكي يلحقك للولاية تاعك والباب المنزل تاعك تماتيك تخلصي السعر تاع هذا الكافتياغ اللي هو سبعمية وتسعين ألف فقط والتوصيل مجاني كما قلت لكم هاي لك هديك القهوة راحي الله الله تريح وراحي تطلع شوفو يعني لفابوغة راحي تخرج صراحة ممتازة والشكل التحها ممتاز وحتى الطاس هادا يا أخياتي تقدروا تخليه هكذا فوق طابلة يعني في سنوات تاعكم راهو شكله مميز وتانيت راهو يرفض الله يبارك اهنا قدرت الفني جلات تاع القهوة تاعي كما راكوا تشوفو وانا قلت بها لك تقطر لي ندير هاداك الفنجر مل هيك مل تحتا ايا فينا المو ما تقطر ما والوا هيك كما قلوا اللي عصراتو شغل ما زادتش قطرت لي ما ممعدتش الحالة صراحة حتى تنظيف تحها خياتي سهل وبسيط يعني تفتحوا هاداك هاداك القجير وتنحو هاداك هاداك القهوة ولا هاداك تلوة ترميوها وتنضفوهم شوية تعلمة وتغسلوهم بسائل اواني يعني ما كلاش اسهل من هكذا خياتي المهم دائما نحب نمد لكم ملاحظة خياتي كي تقدموا فنجر تاع القهوة لازم يرافقوا هاداك الكويس تعلمة نحب نمد نصائح في كل حاجة ندروها وان شاء الله تستفادوا خياتي هما لهاد الكافيتياخ شابة ولي حبوا القهوة وراهم مهتمين بهاد الكافيتياخ معليهم غير يطلبوها من عند لك ازادا الجيغي كي ما قلت لكم اللي راه توفرنا المنتوجات المميزة هالك الكارتونة التحى وهوليك الشكل التحى وهنا ترفض عشره فناجل تاع القهوة كي ما قلت لكم مقبل صراحة بزاف بزاف شابة ولون تحى بيض هكذا يا شغل ممتاز يعني ماشي مغمومات جاية هيلة والحجم التحى متوسط تخلوها فوق البوتاجي وتقعدوا راسكم بيها بغيوة المهم انا فتحت هدوك تواقع تاعي وجسته نايلها التمرميدة كي نقول لكم مروا مسكينها البارح وش صرا فيها ما خلت ما بقت حشاكم بالقيامة نعرفوا لشغل لكلت حاجة ولان بعد كي ديناها الطبيب فينا نمو ولو قلق جم يعني عندها هكذا يا لونجين غير شوية برق لكن مرمدت الدنيا من بلاسة لبلاسة مسكينها تتنقل حشاكم ردت فادها ما خلت لي لفلاش ولولونا قلت يا ايما العزيزة وناه رايحيا شف هاد الفلاش يا وليت نحيتو نحيت لولاني من بعدها زادت رقدت شوية زادت مسكينها نادت تقول يا راكيت قرصي فيها حشاكم زادت رقدت فادها يا قلت لها الواحي نجيبك لعندي ترقدي فوق البونك التاعي وليت حبتها رقدت وقعد نعس فيها كي نقول لكم انا راسي راهو يدور بس كي ما رقدش نهار كامل يعني لي الكامل ماشي نهار كامل وزيت طلعت الكوزينة يا قلت لها نخليك قدامي هكذا يا تكسلي غطيتها وانا راني نخدم في شغالاتي يا طيها هادك الصحة الماشينا غسلت لي هادوك الحويج انا هادوك المخايد توحى حاجة بيننا نحيت لهم وحدهم هكذاك في صالدوبة بشر ميتهم في الماشينا تغسلوا بالطبع وشان فارست كامل قبل ما يروح لي هادك لما بس كي لا راح لما هادك كاريتا وش نحكي لكم وش نخلي لكم المهم انشرت هادوك حويجاتي الحالة راهو صاحي شباب ولو انه دار علينا يعني انا شغلنا شرطهم وانا فرحانا قلت الحالة راهو شباب فينا المو عودت بالخف مردهور صبت هادوك الشتاء ومرمدت كامل للدنيا الحمد لله ان شاء الله ربي يطينا كما نقوله خير هاد الشتاء امين يا رب العالمين المهم هنه راهو قديام تاعي حاب ندير ندير نيفطر تاعي اللي هو شف ولا العجيجة تاعي شفلول اللي حابوا شفلول اناي رايح اندلكم اصفة من ارواع ما يكون تقدروا تقدموهم عجيجة وحدهم من غير ما تديرو لهم هذيك المرقة تقدروا تقلو بطاطا وطديروهم معاهم ولاحبيتو تديرو لهم مرقة بالجاج ولا بالحم تاني تقدروا تديرو كما تقدروا تديروهم شغل هكذا يا خبيزات ويتقدمو أحدهم اللي ما حبش يدير هكذا يا مريقة المهم حكمت هذا الكراس عشي فلور تاعي أغسلته مليح نقيته ودرته يتغلى معه شوية تعال ملح تقدروا تديره شيخ اللي بيض باش ينقص هذيك الريحة كاين ناس يديروا شوية تعال خبز المرحي لداخل يقول لك تنحي الريحة أنا نفضل يكون عندي هذك شوية خل بيض هو اللي نديره لداخل يمتص هذيك الريحة لي ماشي مستحبة عشي فلور كاين ناس يفوروا أنا ما فضله شون فور صراحة على بالي صحي خير وخير ولكن ما نحبوشهم فور المهم خياتي هنا حكمت هذيك تنجرة تعيدت فيها شوية زيت شوية سمن منك الترش بس كل جاج على بالكم كامل ميدوم وراه رايح يطلق هذك هذك الدهن تاعه حكمت حبيبة تعلبصل سكرفشتاو اللي ديروها في الأشواق كي ما راكوا حابين قليتهم بالطبع مع شوية ملح وشوية فلفل كحل وشوية سكنجبير لا لا دارتكركم ما شي سكنجبير كان سكنجبير خلاصلي قليتهم اللي حملي ومرقتهم شوية تعالما على بأن العجيجات تعشفلور ما يحبوش كمية كبيرة تعالما رق والجاج شغل غالية هو طب ومبلوس لحميسة كانت في الكنجيلاتور طيبة جس من نهاية هذك الشفلور حبيت نستعمل هذة البيتخال اللي كنت وريته لكم السمانة اللي فاتت هذة اللي وفرته لكذا درجيغي صراحة من أروع ما يكون هذة البيتخال خياتي حتى سعر تاعو يعني بالنسبة للحاجة بزاف اللي يخدمهم هذة البيتخال ممتاز هذة يلي درزو جملاينو 350 ألف والتوصيل تاعو مجاني ما توفر عند لك أزادار جيغي شوفوا خياتي حكمتنا هذك هذك الرسط تعشفلور تعالما قطرتو جوزتو في هذيك المفرمات على اللحم صراحة يرحيل الحم تخبية يرحيل جاج تخبية للعجين الحاجة اللي حبيتو جوزو هدخل هاد هاد المفرمات على اللحم ولا هاد الأشواغ اللي جيها من اللي ترحيلنا لحم يعني خلتج النتيجة تعال ممتازة هنا يدرت زوج مغارف كبار تعالفارينا داخل هذك شي فلور شوية ملح شوية فلقحل ودرت شوية على الكوركم قطعت له شوية مع دنوس هكذا رقيق رقيق ولبصل لازم نديروش خياتي اللبصل مسكرفج باسكو اللي درناه مسكرفج حيطلق بزف بزف المام من المستحسن قطعه صغير صغير هكذا بيد دينا وحكمت تقريبا زوج مغارف تعال لاد الجج هما اللي درتهم فوق هذك الشيف لور التاعي هاوليك هنا تقدروا تديروا زوج مغارف تعال فاري على حسب الكبر تعال شيف لور ولا الكبر تعال تعال شيف لور اللي درته تقدروا تلاحقو حتى تلتم مغارف ولا تلتم مغارف ونص لكان هذا كالرس كبر المهم لازم يتقطر مليح مليح ومن المستحسن كتديروا له هذي سوج مغارف ولا ثلاثة تعال فارينا اللي درتهم أنا يا إما تديروه داخل في خيج داخ يا إما تديروه هكذا تغطي وكيس بلاستيكي وتخلوه شغل حتى هذيك الفارينا تمتصل كمية تحسوائل باش الخبيزة تتاوع نيجو شابين وما ينحلون ناش في المقلة شوف وانا حكمت هكذا يقسم غرف ها العشاء كورتها درتها في الفارينا من بعد الفارينا درت لها البيض يعني ما تشير شغتهاش كيما يقول داخل البيض يار بيد خلو خرجها شغل مسحة خفيفة باش ما تشمخ ليش درتها في الخبز المرحية رمتها وهان بيت هذي الخبيزة تتاعي راني يعني درتهم كامل شكل واحد تقدروا ديروهم هكذا يا شغل بالطول ولا صبعتين ولا دويرات يعني ديروا الشكل اللي ركو حبين وشنو لازم ما يكونوش عالين بزاف بزاف هاد الخبيزات تتاعنا باسكو إلا كانت عالية شغل ما يش حط بالنم لح مليح لداخل ما متكون زيت معاومة ونقصو لها الفرن ولكن فضلوا شغل هدك لبيسو ولا هدك السمك تاع الحبيبة تاعنا متكونش كبيرة المهم نعطولهم الطوع في الطياب نخلوهم يطيبو في غردهم شوفوا هدك المريقة التاعي لبات جا من أروع ما يكون صدقون يخياتي جا ممتاز وإلي ما يعجبو العجب ولا صيام فرجب ما يعجبو والو قال اه ماما بنين اي قتلك يقلين انت بنين خلاص اليوم ديت الميدالية الدهبية كرديت علي باس كل يعني المواكل هكذا هدو تاع الخضر ما يحبش بزف بزف يحب غير هدك ما يحبو كامل هدلي غير هدك بش بش كلش في المقلة المهم هدك هدو العجيجات تتاعي لهم يطيبو قلت نوجد تطبيق سيتها هكذا تعش لاذا باش نرافقو مع المكلة اللي عندي يعني قعدتلي شريبة تاع البرغ قلت هفيف باطا قلت نسخنها هكذا يا بارك بعدو لو قالوا لي ناكلوا هده يا بارك سخون هم يشاه ايا قلت لخصني العشام علي غير نزيد نجبد هدك شريبة وانا سلقت بها روحي شوفوا خياتي هدو هدوك الخبيزة كيف طابوا بين ضغي يعني طابوا مليحم لأخذ وقتهم في الطياب فرشوا لهم هكذا سغفية وحطوهم عليهم حتى كامل يتشربوا ولا يتكملوا ولا يتخلصوا من هذيك الكمية الكبيرة تعالزيت نكملوا نقلي والحبيبات التعنا كامل بنفس الطريقة شوفوا خياتي كيف اشتجوا صراحة ممتازين تقدروا ديروا لداخل تانية الفخوماج انا ما حبيتش ندير الفخوماج يعني ما حبيتاش هذيك شغل وصفة جيد قهم بزاف بسكوح نديرها بالجاج ونزيد لهم هذوك الخبيزات نزيد ندير لهم في القلب بتاحهم الفخوماج حتولي شغل شوية تقيلة بس حبيتش تديرهم ديك حوكات تعشيف لغ هكدا بلا والو تقدروا تدير لهم الداخل مرسو تعال فخوماج حبيتش شدار ولا فخوماج غوش ولا اي نوع فخوماج تحبوه المهم هايليك شلادة تاعي دت لها شيط مات شيط مايس الحاجة تلي كانوا متوفرين عندي في الدار يعني ما دت لها شي حاجة خاصة هكدا وهولك طبق تاعي شوفوا كيف هذك الجاجعة وحمرته في الزيت هذيك المريقة التاعيخية تدرت لها تانيت شوية تاع الحميص بس كانت طيبة عندي في الكونجلاتور وزيندها بالمعدنوس وبريج تاع القارص شهيت تكون في الجنة صدقوني جاب بزف بزف بنين المهم جست انا من جيهة تانية قلت نزيد ندير هاد هاد شوية تاع ليفخاز رهم عندي في الكونجلاتور شحام مشكرا يقول تحت نقضي عليه نكمله كامل نزيد ونغمض عينينا ونحلوهم نصيب ليفخاز دخلت هاد شوية تعليف خاز تانية تدرتو في هاد البيتخان تاعي يجي فيه هادك تستع البلندر نقدر نديرو فيه البغل نقدر نديرو فيه الموسكو نقدر نديرو فيه المادلان نرحي فيها داي العصائر صراحة هاد البيتخان ممتاز يعني ركي حط حاجة وحدة وراكي رايح تديري فيها حاجة بزف بزف سوني داك نها الاخوات قالوا ليش حال فيه من واط فيها الف واط نغم الموسكو ما قلت لكم مقبيرة هم توفر عند لك زاد الجيغي المهم هاوليك هادك العصير تاع الفخاز هذا يجي بزف بزف مني تقدروا تديرو لولي وقت مع هاد الفخاز تقدروا تديرو لولي واحد الاخت خلتلي تعليقات لناول من المستحسن العصائر ما تديري لهم مش بغايقزون بالحليب ولا ياوخت يعني القيمة الغذائية تاحهم شغل كي تكون هكدا يم تديري لها الماء ما تديريش إضافة أبغ الماء المهم حنا زعما نحب منفن وفي غيسات ونقول لك يطيك صحة على النصيحة اني درتوا اليوم بالماء النهار واحد اخو تشوفين المهم كي مارا كي مارا كي تشوفوا هنا حاشاكم نجوز هكدا غير في خطوة بعد الفطور حاجة خفيفة ضريفة يعني الكوزينة حاشاكم مسحتها صباح ونقيتها بعد الفطور نكنس هديك الكنسة الخفيفة من بعد نجوز في خطوة والدنيا تقعد تشهي كي نقول لكم ما نكسرش كامل راسي هكدا نحب كي نجوز ندير حبيبات حلوة ولا ندير هكدا هي كاش حاجة تقعد للدنيا مقيقية يعني ما مشي نروح ندير هديك الحلوة ونصيب اللارد حاشاكم خمجة والبوتاج مخمج وكما قال عادي الإمام وانا بعيط وانا يا حالتي حالة وانا يدي وحدي وشرا هو رايح يفريها لي صراحة تحسي بهذيك بهذيك القنطة او لا بهذيك الاكتئاب انا وحدة يعني نحكي لكم على نفسي ربما ناس بزافي يوافقوني في الراي وكاين بلك ناس يختلفوا معايا انا خياتي جست تندير هديك تارت اللي تجي بالمعجون ولا هي تقريبا الوصفة تصبر الشراش اللي رايحين نديروها هكدا بالمعجون خفيفة ضريفة شوفوا خياتي وش درت تدرت لتحبات ولاد الجاج نسك السكر نسك السزيت غرصة ملح وشوية فاني هذا ما كان خبطتهم بالفويغر بيدي ساهل ماهل زيت لهم باكي تاعة خمير للحلويات باش نبدأ نجمع فيها هنا يا بالفالي نحط نتحصلوا على هديك العجينة طرية دائما هد الحلوة ما تحبش هدك النوع ما تحبش مشي هدك النوع ما تحبش هديك العجينة اللي تجي قصحة ولا تجي شغل يبسة ما يش حططينا هديك النتيجة الممتازة أنا هنا عندي هد المول يعني طاعة الطاقت اللي تقلع عنده من تحت هديك القاعدة اللي تطلع يعني حد سهلنا شغل كيفاش نرفضو هديك لا طاقت طاعتنا الجيها الكبيرة تاعة العجينة ولا الكمية الكبيرة تاعة العجينة درتها من تحتها بعد ما دهنت هديك سنيوة بشوية عزيت عفوا درت ملفوق المعجون كي مراكوا تشوفو هكذا مشيتو كامل على الوجه أنا نحب ندير كمية كبيرة تاعة المعجون هكذا يشغل تقعد ليل داخل مع السلة هديك العجينة اللي قاعدت ملفوق هنا أنا حنديرها في هدك البيتخاخياتي هنا يا إما تنشفوها بشوية على الفارينة معنا تزيدو لها الفارينة وتيبسوها تجوزوها داخل هدك الأشواخ تعل البيتخاخ بش ما تتلاسق لكمش وتخرجو بيها هده الأشكال ولا هدوك الصبعتين ولا هدوك الخطوط تعال عجينة ترميوهم عشوائيا هكذا فوق التارت بتاعكم بعد ما طابت درتها في الفرن على درجة حرارة 160 عفوا 170 حتى اخذت لي هدك اللون الذهابي نحيت عمل المول رشيت عليها هكذا غيش ويتع سكر غلاس وزينتها هكذا بحاجة خفيفة ولا تخلوها كما راه ديروها ترات ولا تديروها حبيبات فردي ولا تديروها فسني وكالي يعني ما نش حنختلف على هذي المهم الوصفة اللي أكتر من رائع صدقوني خياتي يعني سهلة الطياب والبنة ممتازة شوفوا راه يسخونة هكذا تغلي وانا راني قطعتها هاو هدليك هدك المعجون كامل هكذا يسيل مينفو وتشد روح وتبرد اكيد هدك المعجون راح يشد روح هوليك كيفاش راه يتتقسم بكل سهولتين منجات طرية جي من أروع ما يكون وسهلة ما هلها هكذا القهوة العصر هوليك كما قلت لكم الشكل تحش حلي فخفيفة ضريفة هكذا نفرحوا بها العائلة ونحطوها هكذا للقهوة يعني كامل سيدة جبل ربي ماذا بها تكون حاجة قدمها تشرب بها هذيك القهوة المهم مع الامتحانة تتعول داتنا ربي ان شاء الله يعينهم ويقدرهم نوشتولهم حاجة هكذا فيها شوية حلاوة يعني شوية لكالوغي هكذا بش يقدروا شغل يشدوا هذيك لاجور يتعاب لك لحفاظ يروحوا الامتحانة يعودوا يولي وهكذا ان شاء الله ربي يوفقهم كامل انا اليام سنقترح عليكم هكذا وصفات خفيفة اللي حبوهم وليدتنا في هذه المرحلة اللي راهم فيها وش نقول الخياتي نقولكم كان هذا هو الفيديو التاعت عنها اليوم وكانوا هدوهما الوصفات اللي اقترحتها عليكم ظلت عليكم بفيديو خفيفة دريف ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى التاع واستفدتوا منه انا دوكاتيك نقولكم تهلا في روحكم تهلا في صحتكم وتبقوا على خير يوجه الخير